السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة حلقة جديدة بنتكلم فيها عن الاشكال الهندسية المركبة ازاي نجيب المحيط ازاي نجيب المساحة انا عارفة ان هي تقيلة شوية بس ما فيش حاجة تقيلة عليك تعال بص كده معي انا بقولك احسب محيط ومساحة الشكل التالي فين الشكل اهو ايه الشكل ده هل ينفع اقول عليه مربع لا مستطيل لا امال ده ايه ونجيبه ازاي ونجيب ايه طب واحدة واحدة ادي الابعاد قدامي اول حاجة انا عايزة اجيب ايه يا جميل عايزة اجيب المحيط بس المحيط يعني ايه كلمه محيط كلمه محيط معناها طول الخط الخارجي الذي يكون الشكل ده كلمه محيط او مجموع اطوال اضلاع الشكل جميل اطوال اضلاع ايه الشكل يعني انا عايزة جيب كل حتة في الشكل ده طب هنا موجودة يا بيس الجزء ده اربعة عشر هنا تمنتاشر تمام طب ده مجهول وهنا مجهول طب ده اربعة عشر وعشر هلقدر اجيب الاجزاء المجهولة اه واحدة واحدة انا دلوقتي هعمل ايه هرسم خط هنا خليك معايا بص كده قدل خط رسمك طب رسمتيه هنا ليه يا ميس هقولك مش دي اربعة عشر يبقى اللي فوق اربعة عشر يبقى الحتة اللي انا قصتها دي كم عشرة طب انا جبتها ليه قضي عشرة عشان انا متأكدا من اللي تحت دي تبقى عشرة متر يلا نمسح الحتة دي نيجي بقى عايزين نجيب الجزء التاني فهرسم خط هنا خليك معايا هدي الخط طب رسمته ليه ده كام عشرة يبقى هنا كام عشرة طب دي كلها ايه تمنتاشر يبقى الحتة اللي فضله تمانية متر يبقى المجهول هنا كام تمانية متر انا عايز اجيب المحيط المحيط طول الخط الخارجي ان انا هجمع طب هجمع كام هجمع العشرة والايه القوة الاربعاتشاق القول الاربعة وعشرين هتلغبط لا مش هتلغبط بص يا جميع انا العايزة ده اهو مش عايزة ده مش عايزة مش عايزة انا عايز الابعاد اللي بره بس انا عايز الابعاد اللي بره بس يعني عايزة كام العشرة وعايزة الاربعة وعشرين وعايزة التمنتاشر وهنا عشرة تمانية كام اربعتاشر واحدة واحدة بقى يبقى انا هقولي المحيد بتسوي ايه مجموعة اطوال الاضلاع نبدأ من اربعة وعشرين وعشان ما اطلقبطش هعمل دايرا كده يبقى انا بدأت اربعة وعشرين زائد تمنتاشر يا جميل اللي اخده اعلم عليه زائد كام عشرة اهي اعلم عليها زائد تمانية اعلم زائد واحدة واحدة كده معايا اربعتاشر اهي زائد ايه عشرة ما يهمش هكتبها بعدين اهي زائد عشرة ابدأ اجمع اجمع كل اتنين مع بعض عشان تبقى سهل تمانية واربعة اتناشر اتنين ومعايا الواحد واحد واحد اتنين واثنين اربعة زائد تمانية وعشرة تمنتاشر زائد اربعة وعشرة اربعتاشر يلا جميل نجمع دول تمانية واثنين عشرة سفر واحد 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 اتنين اتنين واربعة ستة يبقى ستين زائد اربعتاشر تبقى اربعة وإيه وسبعين يمس متر تمام تمام تعالى بقى عايزين نجيب المساحة طب المساحة اه انا روحت ملونالك الشكل بس اقسمته اتنين عشان يطلع كم مستطيل مستطيلين يبقى انا هجيب مساحة ايه المستطيل الاول ده المستطيل الايه جميل الاول طب مساحة المستطيل الاول هي مساحة المستطيل اللي بتساوي ايه الطول في العرض يبقى مساحة المستطيل الايه الاول هتساوي اف ايه الطول في العرض بص lyricي معي كده يا عسل الطول كام اربعة وعشرين العرض كام عشرة يوم اربعة وعشرين في عشرة انزل السفر واحد في اربعة وعشرين باربعة وعشرين متر مربع طب والحطة السفرس امططة دي هقول له المستطيل الايه يا حلو التاني يلا يا جميل مساحة مساحة المستطيل التاني برضو هتساوي ايه الطول في العرض يلا يا عسد فين طوله عشر فين عرضه تمانية يبقى انا هقول عشرة في تمانية عشرة في تمانية سهلا تمانين طب تمانين ايه متر مربع الشكل كله هجمعي اللي اتنين عشان اللي اتنين مركبين فوق بعض يبقى مساحة الشكل كله بتساوي كام متين واربعين زائد ايه تمانية يلا يا حلو سفر وسفر هو السفر تمانية زائد اربعة اتناشر اتنين ومعايا الواحد واحد واثنين تلاتة يبقى تلتمية وعشرين متر مربع كده يا جميليو بقى انا خلصتلك ايه مساحة ومحيط الاشكال المركبة بس انا عارفة ان هي عايز تدريبات اكتر وعشان تاخد تدريبات اكتر تحت الحلقة في صندوق الوصح هتلاقي رابط حلقة التدريبات ادخل عليه وادخل على التدريبات اكتر والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة